موسيقى مرحبا بيمايكيست بيطل عليكم بحلقة جديدة لليوم واليوم ضيفتي ماريا زكريا من جماعة ولاد مريم تنحكي اكتر عن عيد الميلاد نحكي كمان عن التنشئة المسيحية للبالغين التي تكون كل نهار ثلاثة وخميس بمبنى بلدية جديدة البشرية يصد من الساعة سبعة إلى الساعة تسعة اهلا وسهلا بك ماريا اهلا بك ماريا قربنا عيد الميلاد وقربنا يولد يسوع ببيوتنا وبقلوبنا وبحياتنا وبمجتمعنا وكلنا عم نصلي انه يولد بوطننا لبنان لانه عم نمرق بظروف قاسية بظروف سعبة كنا نعيد عيد الميلاد بحالات فقر بحالات عوز كنا نسمع قضايا انسانية ونتأثر فيها ونساعد اذا قدرين بس السنة العيد واصل علينا بطريقة كتير مختلفة كأنه عيد الصلب مش عيد الولادة بس نحنا كمسيحيين من امن انه بعد الصلب في ايامة يمكن مشن هيك حاطين كل امالنا بها العيد كيف ممكن نعيد عيد الميلاد وكيف بلشت قصة الميلاد اول شي بس بدي صحيح لك نحنا تانشئ اكل ثلاثة مش ثلاثة وخميسة بس ثلاثة بس اذا حدا سمي معي فكر انه يومان تاني شي الميلاد اصلا الميلاد هو بلبنان دايما منفكر انه الميلاد هداية وتياب ونظهر وزينة واخبر بس نحنا الميلاد الحقيقى هو ميلاد الحب لانه ياسوع الاله الحب ولد بمطرح كثير فقير هذا المطرح هي انه بعلمنا انه احنا نعرف نطلع بخينا الانسان فانا بلاقي حتى بها الازمة اللي احنا عم نمرق فيها كثير مهم كثير حلو هالعيد هذا بالسنة بالزيت انه نعيش ع حقيقته مثل ما الفرنسيس نرجع لأهلينا زمان نرجع نعيش الميلاد الحقيقى انه نحنا نطلع بخي الانسان عن جد من اللاشاء اللي صار عندي اقدر اعطي اللاشاء لخي الانسان يعني بفقري انا هلا لانه كلنا تقريبا متضايقين ما حدا قدر يجيل مساري مبونك ما حدا قدر يشتغيل يعني الاحوال كلها كتير صعبة بس بهالوقت هذا انا لازم مد ايدي لخي الانسان وساعده قد ما فيه لما منقدر هذا بكون الميلاد يعني نرجع نخلق هالحب اللي هو ما بيطلع لا بطايفة ولا دين ولا بلون نحنا كشعب كلبناني كلنا واحد شفنا هالصورة كتير حلوة بالسطحات وقت شفنا العالم اللبناني موحد وتحته كل الطوايف وكل الاحساب كل الطيارات ان كانوا مع او ضد ان كانوا قريبين او منهم قريبين شفنا فيه وحدة فيه وحدة محبة فيه وحدة مصير فيه وحدة امل فيه وحدة مطالب هادا شي الايجابي هذا شي شي الايجابيHowالصورة يعني دايما في كل حدث Milliحات فيه ايش بسيمياتьте رغم القلمة وواجعها بس فيشى ايجابي انه رجع وحدنا هادا الشى رجع وحدنا صحيح رجع خلينا نفكر انه انا من بد Penghad لا بط入ة ولا برئيس ولا بائس حزب او بس او سياسي انا بدي طلع بيخيل انسان هدا هو المناد باعتذر وهيدا بعتقد احلى صورة شفناها السنة صحيح ماريا اذا بنرجع شوي للثورة وهالشي اللي عملته وضوت اذا بدينا نقول اكتر على حالات اجتماعية نحنا كنا نشوف جزء صغير منا اليوم عم نشوف قد في مدن كتير كبيرة عند السياسيين كبار وحسباتهم بالبنوكة خيالية وكمانا عم نشوف فقر وتعتير وعوز وشفنا مشاهد يعني عن جد بتبكي بكتير مناطق لبنانية شفنا الدني طايفي شفنا ناس من حبثت بسياراتها ساعات يعني عم نشوف الفقر والتعتير اليوم عم بيطال منطقة معينة عم بيطال كل لبنان كل موجة شتاء او فترة معينة كأنه بيتدوع منطقة قدي عم تعيش معانات قدي هالشي كله نحنا لازم نحاوله لعن جد صلاة وراجعة حتى نقدر نغير هدا الشي بخلينا نرجع متل ما قلتي للصلاة اول شي اللي ابنان كرس لقلب مريم ولي يسوع يعني هدا نحنا كلنا ولاد مريم مش انا بس جمعيتي اسمها ولاد مريم كل ابنان لولاد مريم كله كل التواهيف ولاد مريم لانو نهيه صرا نحنا مسؤولين منا بس تترجعنا لقلب ابنه ولاترجعنا نرجع انسان اذا بدي كتابها يفكروني بس بحكي بالصلاة و بالدين لانسانيتي انا الحقيقية بدي اعرف ارجع اطلع من انانيتي اطلع من البطر اللي عيشنا فيه في منذ كتير اللي بننصار يا ناس بتكيب اكل يا ناس ما يتبني جوان يعني ما بقى فيه توازن صحيح بهلا بهالوضع ان احنا فيه سهل نحن نصير كلنا متل بعض هدا بيرجع انسان لضميره ليرجع يوعى انو انا لا انا في مطرح انا كتير معاد تعرفت الله الله بدي اعرفه من خيال انسان معاد طلعت عخيال انسان معاد تعرفت حب معاد تعرفت خلي لبنان يكون رسالة لانو جون بول دو شو قال قال انو لبنان هي رسالة 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 شو بدا تكون رسالتها هلا دورة رسالة تبين بالبنان بهالميلاد اللي هو كتير فقير لبنان نحنا بقى شد الفقر اذا بدك بلدنا كله فهلا لازم يبين للبنان الايد الوحدة القلب الواحد اللي نحنا من ماشي عم نساعد بعض شو هالعظمي من ماشي عم نساعد بعض يعني عم نقلهم حلو عنا كلكم انتو كرقصة وهل قد المال ما عم بيشبعكن هل قد المال اللي عم يكون قلكن والسلطة والسلطة انو اف شو بتسمعي ارقيم خيالية بالجرائد مليارات مليارات مخبينة بالبنوكي برات لبنان برات لبنان بأوروبا بنسيوا الانجل شو بيقلوا يا جاهل اليوم تؤخذ نفسك منك يعني ما طلع بخيك الانسان شو عم تعملوا يعني نحن كشعب لازم نعرف نتضامن يعني ما بقى نقول انا عوني انا جعجعي انا درزي انا انا قواتي او شو ما كان انا انسان هذا خي الانسان بدي فرجي المليدة حقيقته المليدة انا انا مد ايدي وحبه لخي الانسان اعطيه فلسل ارمالين شفنا كثير تفاعل بين الناس شو رأيك بهذا الموضوع هذا عن جد فخر لقى لنا متفرجيك عن جد الناس اللبناني هذا عنده عزيمة عنده قوة عنده طيبة عنده مساعدة الاخر هذا اللبناني الحقيقي حتى لو ما معه ايدي بيساعد خي الانسان هنا عم بيجربو يشوهوا صورتنا لبعد عم بيجربو يعملو خلاف بيناتنا ويقطع ووصال المحبة بس لا ما بتصير يعني نحنا هذا فخر اللبناني انو نحنا كلنا ايد واحد وقلب واحد رغم فقرنا يمكننا اكل خبزة وزيتونة ما فرقني معنا مهم انو ساعد خي الانسان وهذا جمال لبنان وهذا اللي عم بينادو فيه هذا نور الشرق بدو ينبعث من جديد من الشرق نحنا هالقلب هالمحبة هالوحدة اللي الله عم يدعي علي لكل الناس لكل البشر طلعي بالشباب السلولارات بتلاقي شي كتير حلو مجموعة شباب طلاب جامعة عقد مصرياتنا نحنا مستعدين نساعدكم شهران ثلاثة ندفعنكم الاجرات نطعمكم نعزلكون دوا انو شو حلو شو هالجمال شو هالروعة يعني رغم الفقر اللي عم نعيشه وصار في خمسين بالمية من الشعب اللبناني فقير على نوة وعندك مئة ألف تقريبا مئة ألف حالة طريدة برات شغلة صحيح وبعدنا منشوف ناس بتحط بوستات على الفيسبوك أو عينز تقريبا على تويتر على كل المواقع التواصل الاجتماعي بيقولوا انو بليز ما حدا ينتحر لانو مش قادر يجيب أكل لأولاده بليز ما حدا يسترق لانو ما في أكل ونشوف مبادرات رائعة وبعرف اذا طبحتينو ماريا بمحلات يعني بيقولوا انو نحنا بهيدا المحال رزقنا عقلا تععو خدوا من عنا شو بتعوزوا حاجتكم بس بليز ما تنتحرقوا أو بليز ما تموتوا أو بليز ما تروحوا تسرقوا بكل المحلات يعني عم تشوف في مطرح بالأشرفية كاتبين انو الطبخة اللي مش قادرة تطبخ تيجوا يجوا واخدوا أكل بطبخات لأولادكم بس ياريت حتى كنا عم نفكر نحنا كجامعة ولد ماريا انو نمرق المطاعم نحنا المطرحة على المطعم تلاقيهم بيكبوا الأكل فوق بعضه حرام ما في ناس ميت من الجو اذا بيغالفوهم كل مطعم يهتم حدا يروح لعنده ويوديه للفقرة بيبطل عنا جوا صح ميه يعني ما منعود عايزينه يعني ساعتها ماريا عم بيبين وجه الله أكثر وعمله وقدام عم جد حاضر تحت عم نشوفها العهد للناس بفقرة وبتعطير عم تساعد وفاتحة قلبه وبيوته اه أكيد ما عم بقلك هدا جمال لبنان هل اللي عدرة بده تفرجين اياه نحنا صار هدا وطننا يعني هات لازم نكون ايد وحدة وقلب واحد فكر واحد ننخدم نسعى للخدمة للآخر نكون متل ما قال جون بولتو عن لبنان نحنا رسالة رسالة محبة نحنا رسالة ونصرخ لكل العالم ما بيهمنا المسالي ما بيهمنا بيهمنا نكون وحدة بين الأخوة بين الإنسان بعتقد أحلى صورة تيوه هالستات للسياسيين وحتى الشباب وحتى كل الناس المصرّة انها تعيش بكرامتها من بعد كل المشاكل اللي ما رقنا فيهم من بعد ما جربو يعلم تريس الحرب تلوها على النسوان هالستات قعدوا على كل شيء يعني سوف نقول واقفوا على كل شيء خاصوا بالحرب وقالوا انه ونحن نريد نعيش. كثير حلو هذه الصورة أنه اليوم جيل نواعي. جيل الأمهات التي عاشوا الحرب ويلي عاشوا الجوع وعاشوا مشاهد يمكن ما بينسوا بحياتهم. رفضوا أنه حتى السياسيين يدخلوا بهذا الموضوع. وهذا اليوم رسالة للسياسيين أنه لو شو ما عملتوا. لو شو ما عملتوا. إذا وعيتوا فينا الحرب ما رحتوا. إذا وعيتوا فينا الجوع في ناس عم بتطعمينا. إذا جواعتونا وبرتونا في ناس عم بتدفينا. اليوم الناس كلها سوا ماسكي قدان بعضها. بيغض النظر عن الانتماءات وعن التوايف. وكلهم عم بقولوا بدنا لبنان. وبدنا المحبة بيننا. باعتقد هالشي ما بيشبه السياسيين والسلطة اللي هلا عم نشوفها. لا. فلازم يزيحوا شوية بقى من الدرج. حتى شبابنا هذا الجيل كتير قوي ومتماسك. يعني هذا الجيل حتى أقوى من جيلنا نحنا. شبابنا بتفتخري فيهم. بتحس إذا عندهم قوة وإذا عندهم ثبات وإذا وعيين. إنه ما بقى فيهم يضحكوا عليهم. صح. وإذا متربطين مع بعضهم. هذا شيء كتير بيعزز إنه لبنان ولا ما رح يموت لبنان. وما رح أدما نفلس نحنا بنرجع نوقف أجرينا. نحنا يعني منا بحيجة لقلهم فيني في اللعاء. يروحوا يشوفوا غير مطرح. يروحوا يشوفوا مصرياتهم برا. ايه يروحوا يشوفوا مصرياتهم برا. يقعدوا حدهم. يحرسوهم. يشبعوا فيهم صح. نحنا بنا نعيش كشعب. كيف يناموا حد بعد كيف نحنا كلنا مع بعض. ما بدون حرر ما بدون. الستات المسكوا الورود البيضة. ولا أحلى. ايه شي شي بيفتح القلب. ماريا اليوم بيغدر نظر على الأشياء اللي. أوقات عم نشوف مثلا اعتداء على الشباب اللي عم تظاهروا. أوقات عم نشوف توقفات. أوقات عم نشوف ناس عم تتحمل بالريو. وتأخذ على مراكز تابعة للكوة الأمنية أو للجيش. في ناس عم تشتغل بدور تاني يلي هو الصلاة. بتقعد عن جد بتصلي وبتكرس لبنان أكتر. وبتعمل وردية وبتمسك مصبحتها. قدي دور الصلاة مهم اليوم. أكيد. بوجه هل هل إذا فينا نقول يعني التسلط يلي عم نشوفه. والإجراءات اللي عم يخدوها بحق خيهم المواطن. ويلي هني كمان مزعوجين أكتر منه. شو قدرين نحكوا. هي أهمة شي الصلاة. يعني أحلى شي عمله سيادة البترك. إنه عمل المسبحة كل يوم عن خمسة ونصف. وشاركة بكل لبنان. هادي هادي هي سلاح أصلا ضد كل قوة الشر. اللي عم بتجري بتقلغي اللي بين الصوار تتفرقنا وتقسمنا وتجيب الحل. والصلاة مع العمل كتير مهمين بيكملوا بعضهم. يعني الشغل على الأرض بدون صلاة ما بينفع. وصلاة بدون شغل على الأرض ما بيكفي. فالصلاة هي أساس اللي نحنا عم نعمله. إنه نكون إيد وحدة. يعني الصلاة لازم بكل رعية بكل بج بكل مطرح. دايما دايما ربنا بيقول حطوا فقركم حطوا عدمكم. وحطوا فقركم بين إيدي. وطلبوا معونتي وأنا ما أنا قادر بكل شي. هو بيحور كل الأشياء بيغيرها لإلنا. لأنه ما هو بايد. هو بين كلنا. يعني قد ما يكون الظلم مش أقوى من الله. صحيح. فالصلاة كتير ضرورية ومهمة نتسلع فيها هلقا. صحيح واليوم اللي عم نشوفه بعتقد. متل ما عم يعملوا شان ومسكو إيديهم بعضهم بكل لبنان. عم ينعمل شان دو بريير مع جروب دو بريير. كل يوم حدا بيبعث برودكاست. مثلا رح نصلي بهدا الوقت. رح ندوشها معا على هنوية. ونصوم. وهيدا بعتقد أحلى شي ممكن نعمله من هلق لعيد الميلاد. ماريا في ناس عم يحضرونا اليوم. يمكن ما معهم ربطة خبز. ما معهم الحق ربطة خبز. ما معنهم قدرين يجيبوا شي لأولادهم. ما معنهم قدرين يحسوا بفرحة العيد. ما تقولي لهم اليوم وكيف يمكن يعيدهم. هذا اللي كلنا عم نعينيه هلق عم نعيشه. عم نجرب نساعد نحنا كجامعة. قد ما فينا العيال اللي منعرفها. نساعدها يقدروا على القليل يحسوا بالعيد هن وولادهم. وبطل ما نحنا عم نحنا كجروب سالة صغيرة عنا نساعد. في كتير شباب بجروب بيت. بد قللهم انو ما يخافوا. يتكلوا على الله ما يخافوا. ويتلفنوا على التليفونات اللي عم نبعتها على الواتس ابيت نحنا كلنا. ويطلبوا معوني ونحنا كلنا رح نكون يد واحدة. بتصور ما رح نخلي حدا باللبناء ما يحس بالعيد. حلو. وأكيد ربنا يا سون رح يزور كل إنسان الفقير قبل الغنة. ما بقش في غنة بس الفقير قبل الفقير الثاني. صح. لأنه. الغنة صار برا. صح ايه. خليعنا اقول لي رقم التليفان هو سبعة واحد خمسة سبعة أربعة خمسة ثمانة ثلاثة. بأي حالك انتم عايشين فيها. فيكن دقوا على هالرقام تتواصلوا مع مريا. حتى تشوف كيف ممكن تأمن مساعدة لها العيد. ومع الاشخاص يا اللي عطول هني خيرين. وبعرف كتير إنه ربنا ما بيترك حدا. ما بيخلي حدا زعلاني تلعيد مثل ما قلته وأكبر دليل. عم نشوف الناس مش بس عم تكون بمحلة معين عم تتبرع أو بمنطقة معينة. أنا بوقتها للثورة شفنا كمانا أيام ببيروت عم يجي يحطوا تياب ما بالدنيا وهي. اليوم بكل المناطق عم تتعمم هالسورة. وصار إذا حدا قريب منه ومش قادر ما عنده تياب أو ولاده ما عنده. عم نقدر نلبيه عم نقدر نكون لحده. حتى عم نساعد مش بس المسيحية يعيش على الميلاد. الحلو إنه بلبنان عم نساعد كل الطوايف يعيشوا كلنا العيد الميلاد سوا. صحيح. يعني ها مشاركة العيد ككل القطايا والطوايف وكل الأديان هي عيد الميلاد بحد ذاته. هذا الميلاد إنه يخلق لبنان جديد مع ياسور. صح وهيدا أملنا وهيدا رجائنا. ماريا كيف تعيد ليلة العيد؟ كيف بعيد ليلة العيد؟ أول شي أكيد مع العيلة مثل كل الناس. بس دائما بقلهم لجامعة الإنسان اللي عم يعيش واحده بالعيد يجي يقض معنا عالطولة. طيب ما يكون حدا عم بعيد وحده. وأكيد بيختمه بإداس بالليل تكون مع ياسور لما يخلق لكلنا خلقنا معه. وبحط ناما لبنان وكرس لبنان وشعبنا وشبابنا وولادي وعالتي. بلالة العيد لياسوع هو يخط بركته ويحل السلام. لأنه هو ملك السلام. وهو الوحيد اللي قادر يعطينا هالسلام. في ترتيلة لسيدة فيروز كتير حلوة بتقول روح زورهم ببيتهم ببيتهم فقير ما عندهم شيء. هالترتيلة بركة من نحنا وصغر نسمعها وصلنا لها العمر وبعدنا من نسمعها. ومنقول أنه بعضهم حالات هن زيتهم. ما تغير شيء ما تطور شيء ولا بل. عم نكون بأسوأ قيام عم نعيشها هلأ. بس كون عندكم أمل وإيمان إنه من بعد كل هالمخاض القوي اللي عم نعيش. وفي ولادة جديدة لهالبلد لهالوطن يلي منو حيال الوطن وهو وطن استثنائي. وخلينا نقول إنه بما إنه جيوب السياسيين معباية مصاري. عيب ع شعب لبنان يكون عم بيعيش بكل هالأزمات وما في حدا اللي عم بصردخ ولا عم بقول. أنا بتحمل مسؤولية وينكم عن جد. وعيب إنه يكون في سفير الإمارات عم ينشوا العين معينة بترابلوس. سياسينا كلهم معبايين وما حدا بالو بالطبقة يلي مش الفقيرة. يلي بعد أوطى بدرجات فقر وتعتير. أنا مدي سوري أعتير. بس مليانة كرامة. وهيدا اللي إنتوا معا تكون ياكا سياسيين. بدأ أطلب من يا سوري روحي يلمس قلوبهم لهالسياسية اللي مش عم يشبعوا. بركي بيرجع بيطلعوا بخاين إنسان يوعوا وراحين. بركي بيهزوا حيلهم شوار. شو لي بيمنعوا المالية اليوم إذا سياسي معوها الأد ما صاري شو بيمنعوا؟ ربنا قال لا تعبدوا شيء الله هو المال. يا المال يا الله. هني عندهم عم بيعبدوا الله المال والسلطة هني الله طبعا. الله طبعا مش بطل الله طبعا. نحنا الله طبعا طبعا الفقير والمحب والمعطر. هني الله المال والسلطة. بس مش عرفين لوان بيوصل المال والسلطة. هلأ حياتهم قد بدوا عيشوا مئة سنة وبعدين. وان راحين. بس لو بيتذكروا إنه في لحزة موت بدوا يقابلوا الله. يفكروا بهالشعب الفقير اللي جوعوا واللي انتحروا بسبب انه مساعدوا. وان راح يروحوا من الله يعني. ضميروا. وعا كعبة جهنم. ها هي. إذا هني حبين هالمصير لألون حرام يعني. بنا هي أنا بدي صليلهم كلهم لكلنا نوعا. لأش الإنسان اللي متزادل ومظلوق. بيوعوا برأيك؟ بيوعوا؟ إذا صلينا لهم؟ أكيد. يمكن العذرة تالي نسلوا نقلوبهم. لأنه بنا هي هنا من شعبنا كمان. أولادنا وأخواتنا. هك لازم يفكروا إذا بعدهم بتفكروا إنه إحنا أخواتهم. ما بعتقد. بعتقد عايشين بغير كوكب. عايشين على المريك والك. الله يهديهم. الله يهدي كل الناس. وعن جد تحية من قلبي لكل الناس اللي بعرفها إنه عقدة بس عم بتساعد. تحية لكل شخص. لكل شاب وصبية. وإم عائلة. وست بات. عم بتشيل كيس رز زيادة تتبعته لحدا. وعم بتشيل كيس طحين زيادة تتبعته لحدا. أو هيا لنوع عن جد من المأكلات. خاصة الأكل لأنه هو أساسي. يعني يمكن الكادويات مش مهمين. والتياب مش مهمين. قد ما الأكل مهم. بقى بليز دالكن كونوا كتار. وكونوا قدمة فيكن عم تساعدوا. وعم تأمنوا هالإشياء. لأنه نحنا بحاجة إنه كلنا سواء نكون إيد وحدة. ما حدا ينام جوعان. وما حدا ينام بردان. كل ما منعتي كل ما الله بيفيده وبيبارك. صحيح. لأنه بالعطف بركة. هذا ما حدا يخاف يعطيه. لأنه ربنا رح يزيد. يزادوا لكم. صحيح. صحيح. إن شاء الله تكون هذا عيد سلام وبركة للكل. ونشوف نور جديد بلبنان. إن شاء الله. شيء عن قريبة. ما نظلنا هاك. إن شاء الله. عندك أمل؟ عندك؟ أكيد. ما في شيء. كل موت من بعضه في أيامي. نحنا هلأ ميتين متل ما قلتك. عم نعيش ياسوع المسلوب بالميلاد. فبدا تجي لأيمي. بس ما نكون سبتين بالراجا والإيمان. ما نخاف. نشدد إيماننا ب الله. نحنا بالأرض الإدسين والأداسة. وين بدأ تروح؟ بالنهاية بدو يجي يضوي علىنا فجر جديد. صحيح إن شاء الله يا رب. بدأ أختم بكلمات ترتيلة للمرانمة نبيها ياسبك ونجالة تحية. يلي بتقول ما تقل الميلاد هو تياب جداد. وما تقل الأعياذ هدايا وزيني. بسمي وسلام وحب. بسمي سلام وحب العيد هدية. وهو دي أحلى شيء معقول نقدمهن خاصة ليلي ما عنده شيء. بسمي سلام وحب أحلى عيدية لكل الناس. وما تنسوا إنه تكتروا أفعال الخيري اللي عم تعملوها. ربنا بزيدها. وبيباركها وبيباركهم أعيالكم. أمين. شكرا لقالك ماريا. كانت ستير حلوة الحلقة اليوم. وإن شاء الله عطول بكون عنا حلقات روحية. بتضوي أكتر على هالوزايا اللي عم نعيشوا. بس منطلع بخلاصة إيوان أكبر. وراجع أكبر إنه اللي جاية أحلى. أكيد. أكيد اللي جاية أحلى. إن شاء الله. دا النوسة إنه مريم أمنة. أكيد. ما في قيمة تتركوا ليدة. وهدا بلدة. هذا الراجع لازم نتثبت فيه. الله راد. شكرا لقالك رقم التليفون لكل الأشخاص اللي بحاجة لأي مساعدة. هو 71574583 بتتواصلوا مع مريا. وإن شاء الله الكل بيكون عم بيتدبر بأسرع وقت. شكرا لقالك ولجماعة أولاد مريم. وخلينا نقول إنه لكينا التنشئ المسيحي للبلغين. عم تكون كل نهار ثلاثة من الساعة 7 إلى الساعة 9. بمبنى بلدية الجديد البوشيسد. شكرا لقالك عن جديد. مرسي بإخر هالحلقة لعيارة زكريا بيوتي سبوت. وسالو شار برش ليلة. بكرة حلقة جديدة إلى اللقاء. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة.